بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال سفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدعاك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهير فاجعلناه في قرار مكير إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم من ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظلم ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعون وفواكه مما يشتهون كنوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إننا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم